إلى ليبيا وهناك طلبت حكومة طبرق قبيلتين التب والطوارق بالوقف الفوري لإطلاق النار والدخول في حوار جدي يأتي ذلك بعد مقتل ما لا يقل عن أربعين شخصا خلال أسبوع في سبهة جنوب البلاد في اشتباكات تأتي في إطار صراع على النفوذ بمنطقة قبلية مختلطة بين عرب وأمازيغ وأفارقة وعاد الهدوء الحذر إلى مدينة سبهة مساء أمس وعقد عميد بلدية سبهة وعدد من أعضاء مجلس حكماء ليبيا اجتماعا لمعرفة أسباب الاقتتال